منذ انطلاق ثورة تشرين قبل أكثر من ستة أشهر ضرب إعصار كبير جمع الساسة في العراق ضربهم في مقتل فهم من جهة لم يتوقعوا من العراقيين هبة كهذه تملأ الساحات جموعا والسماء هتافا ومن جهة أخرى لا تملك الأحزاب التي مردت على النهب المنظم مفاتيح حل لمعضلات البلد شهر بعد آخر تتسع التظاهرات وتضيق الحلول على السلطة استقال عبد المهدي تحت ضغط الشارع الغاضب بعد أن سقط مئات الشهداء وآلاف الجرحة لم تكفي تلك الدماء لتفيق الأحزاب من هوس السلطة الغارقة فيه ولم تدرك أن العراقيين وصلوا نقطة لا عودة مع النظام وأن هدف ثورة الأول رحيل جميع الأحزاب كلها بلا استثناء تعاقب المرشحون لرئاسة الحكومة واحدا يتفق عليه ويرفض الآخر لكن ما اشترك به هؤلاء المرشحون على اختلاف أحزابهم هو رفضهم القاطع من قبل ساحات التظاهر بدءا بمحمد الشياع السوداني وقصي السهيل ومحمد توفيق علاوي وليس انتهاءا بعدنان الزرفي أو مصطفى الكاظمي الذان انتهى ماراثون رئاسة الحكومة عليهما تستمر طبقة الحاكمة بتغريدها خارج السرب وكأنها في دولة أخرى ويؤكد منتفضو ثورة تشرين استمرار ثورتهم حتى تحقيق جميع أهدافها الداعية لإسقاط النظام برمته في العراق كما شدد ثوار ساحة التحرير في بغداد على رفضهم جميع الأسماء التي تجلبها الأحزاب الحاكمة إلى ساحة السياسة مضيفين أن ميادين الثوار هي فقط من تحدد مواصفات واسم رئيس الحكومة المقبلة قد تنجح الأحزاب باستثمار الإجراءات التي اتخذت لمنع تفشي فيروس كورونا لتمرير مرشحها غير أن العراقيين قد قالوا كلمتهم بوجه الساسة ستسقطون اليوم أو غدا طال الزمن أو قصر ستسقطون اليوم أو غدا طال الزمن أو قصر